في أحدث دراسة شارك فيها 1700 شخص كشفت أنه بمجرد تسجيل كمية ونوع الطعام في مذكرة ضعف خسارة الوزن مرتين أكثر من الالتزام بالحمية فقط وتقول الدراسة أيضا بأنه سواء أكنت تحاول إنقاس الوزن أو مجرد تحافظ على نظامك الغذائي صحي تسجيل كل ما تأكله بمذكرة الطعام هي الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على صحة جسمك قررت تطبيق هذه الدراسة بنفسي وفرت الأدوات المطلوبة للتجربة وهي ميزان ديجيتل وهاتف ذكي وثبت عليه تطبيق مذكرة غذائية مثل سامسونج هيلث أو أي تطبيق آخر من المتجر يعمل كمذكرة الطعام ثم قمت بوزن كل طعام وتسجيله قبل أكله وفعلا كانت مفاجأة كبيرة خلتني أنظر للطعام بطريقة جديدة تماما إليك ملخص التجربة بثلاثة نقاط أولا صدمة السعرات كنت أعتقد بأني أتناول ثلاثة وجبات في اليوم لكن الصدمة بعد استخدام مذكرة الطعام تبين أني أكلت بمعدل يفوق الألفين سعرة في اليوم الواحد بما يعادل خمسة وجبات أو أكثر وثانيا اكتشفت نقاط الضعف في الحمي بتسجيل كمية ومحتوى الطعام تمكنت بطريقة عملية دقيقة من معرفة ما ينقصني من المغذيات مثل البروتين وفيتامين دال والزينك والحديد والمغنيسيوم وبدأت بتعزيز وجباتي بمحتويات مكملة كانت مفقودة في نظام الغذائي أخيرا توزيع المحتوى الغذائي باستخدام مذكرة الطعام اكتشفت أن وجباتي غير متوازنة من ناحية المحتوى بعضها عالي البروتين والكربوهيدرات والآخر فقير بالدهون والألياف ما سبب لي الخمول وزيادة الوزن ولكن بشكل تلقائي شعرت بالنشاط بعد توزيع سعرات الوجبة بشكل متوازن بين الألياف والكربوهيدرات والبروتين والدهون وأصبحت تحكم بالوزن لعبة أرقام بسيطة الخلاصة إذا تعبت من محاولة إنقاص وزنك بأنواع الحميات المختلفة فإن متابعة سعرات طعامك بمذكرة طعام هو المفتاح مذكرة الطعام هي سجل لكل ما تأكله وما لا تأكله وبالتالي يمكنك تعديل نظامك الغذائي ليصبح متوازن ومجرد توزيع ألفين سعر حرارية على مدار اليوم غير كافي الواجب توزيع مصادر السعرات بشكل متوازن على مصادر المغذيات مذكرة الطعام ساعدتني بالتعرف على الأطعم عالية السعرات ومفرغة المحتوى الغذائي واستبعادها وتعرفت على أنواع الأطعمة المسببة لزيادة الوزن واستبدالها بأخرى قليل السعرات وغنيب المحتوى الغذائي وتوزيع سعراتي ومتطلباتي الغذائية اليومية على الواجبات ما رأيك؟ هل ستجرب مذكرة الطعام بنفسك؟ أخبرني برأيك في التعليقات معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه اشتركوا في القناة